إزاي حضراتكم عاملين إيه؟ طبعا يوم الاتنين ده بيبقى يوم أكتر من رائع بلقاءنا المعتاد مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة وستاد الفقه المقارن بجامعة الأزهر أهلا بيك مولانا مرحبا بكم ومشاهدين ومتابعين الكرام مولانا يمكن حضرتك كنت حتى كنت بنتكلم قبل ما نطلع على طول على الهوى وقلت لي القرارات اللي صدرت النهاردة من الوزارة قرارات شديدة الأهمية وفي غاية الصواب بسم الله الرحمن الرحيم طبعا القرارات الوزارية من وزارة التعليم بحضر ارتداء النقاب داخل المؤسسات التعليمية قرار صائب وأروي لك بإيجاز شديد لندخل على موضوعنا الرئيسي أن أنا ووزير الأوقاف الحالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة ووكيل الأظهر السابق الدكتور عباش عمان كنا في سلطانة عمان في وزارة التعليم العالي كليات التربية سنة أول تسعمائة سبعة وتسعين وجاء قرار من السلطان قبوس رحمه الله بعدم ارتداء النقاب سواء من الطالبات أو العاملات أو الموظفات داخل كليات التربية وتقبل الكل هذا القرار من السلطان قبوس رحمه الله والعملية التعليمية صارت بنجاح هنا هذا الشيء وإن كان تأخر كثيرا في مصر أولا النقاب ليس لا واجبا ولا سنة من الآخر الواجب هو تغطية شعر رأس المرأة مش بالنقاب الشعر إنما النقاب للوجه الله تعالى قال وليضربنا بخمرهن على جيوبهن فقال ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن الاستثناء هنا إلا وإلا ما ظهر منها للوجه والكفين هذا كلام صحابي جليل والرسول زكاء إنه هو أعلم الأمة بتفسير القرآن الكريم حبر الأمة وترجمان القرآن فالنقاب ليس واجبا وليس سنة حتى لا ينسب إنه هو مستحب والله في غير المؤسسات التعليمية في غير مؤسسات الدولة خليك حرية شخصية من ترتدي النقاب ترتديه كأمر مباح كأمر إيه؟ مباح لكن لا يطفى عليه لا وصف الواجب ولا وصف المندوق بطبيعة الحال أنا بأقول وأيد هذا القرار سواء في المؤسسات التعليمية المدنية وأيضا والأزهرية وغير المؤسسات التعليمية ينبغي على مؤسسات الدولة جميعا حظر النقاب في جميع المؤسسات أما خارج العمل حرية شخصية حر في حياته حر في حياته بقى لعل كده الرسالة وصلت ودي إحنا بنقولها بنادينا الله عز وجل عليها وجبنا الآية من كتاب الله عز وجل الموضوع الثاني سيد الكريم وهو بقى القصيد الكوارث الطبيعية هي سنن إلهي زلز البراكية عواصف كله فايدانات ما فايدانات غلق أسعار أزمات اقتصادية يعني إنما نرجع للقرآن الكريم نصحح مفاهيم المتنطعين الذين يعني ينشرون التيئيس والتكفير والتشريك والتفسيق والتبديع ويعني كأن الدين في نظرهم عقوبة للناس مع أن ده خطأ ربنا اسمه الرحمن وما أرسلنك إلا رحمة للعالمين وربنا الرحمن الرحيم حضرتك هنقرأ أو نتحاكم للقرآن الكريم وأنا بناشد المجتمع يا أيها الناس خذوا دينكم من الكتاب الكريم وما صحت نسباته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليه لأن الرجال يعرفون بالحق ولا يعرفوا الحق بالرجال لكن إحنا في زمن التخلف المعرفي عملنا وصاية وقداسة لسفهاء جهلاء على السوشيال ميديا على منصات التواصل الاجتماعي ينشرون الأكاذيب فمن ذلك لما حصل مثلا الزلزال في المملكة المغربية حفظها الله أمين يا رب ولما حصلت العاصفة في ليبيا حفظها الله ومن قبل طبعا كان في تركيا حفظها الله انبارة من انبارة منهم وكأنه يعني وصي عن الله عز وجل وابتدى يمسك صياط أو كربيك باللهجة الدريجة المصرية ويجلد الناس على أن دي معاصي أنا أقولها بإيجاز السنن الكونية لا علاقة لها بإيمان أو كفر ولا توحيد ولا شرك ولا طاعة ولا معاصي نتحكم للقرآن الكريم ونشوف كده بإيجاز شديد في الوقت المتاح حياة الأنبياء كنمازك ربنا في القرآن الكريم قال وما نرسل أنا عايز أستأذن قبل ما ندخل في الحتة دي هستأذن نروح لفصل سريع كده ونرجع بقى ناخدها براحتنا من غير ما يقطعوني ومولانا قلتلنا أنه هذه الكوارث هي سنن كونية وأنه لدينا في القرآن الكريم ومن سير الأنبياء والصالحين اللي يفهمنا ويشرح لنا ده أكدر نعم إحنا الآية طبعاً تسعة خمسين من سورة الإسراء وما نرسل بالآيات إلا تخويفة وبعدين هنروح لآيتين ذلك قال لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون دي في سورة الأنعام الآية 131 وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون قال بالله الفرق بالاتنين دي في سورة هود الآية 117 طيب إيه علاقة أن هذه الكوارث الطبيعية لا تتعلق بالإيمانيات أو ضد الإيمانيات طب ما حصل في عود أنبياء والرسل هذه الكوارث يعني سيدنا يعقوب عليه السلام في منطقة مادين على حدود الشام طب ما حصل عنده مجاعة وأرسل أولاده لإحضار الميرة أو المؤنى أو القمر من مصر أو دي نبي مرسل سيدنا يوسف نفسه عليه السلام في مصر السبع سنة على موه معروف طب تعالي الزلزال إيه رأك بقى اللي بيشجبه وبيضربه الناس طب ما قروش أنه نبع السلام وطالع جبل أحد ارتجف الجبل وارتج ارتج الجبل فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم اثبت فإن عليك نبي وصديق وشهدين إشارة لسيدنا بكر وعمر وعثمان في عهد سيدنا عمر بقى اللي هو مضرب المسل بالعدل طب ما حصلت المجاعة وعام الرماد لدرجة كانوا بيأكلوا الخل بالزيت الرسول السلام في عصره وعهده طب ما حصل منع للمطر ولأجلها شرعة صلاة الاستسقاء فحينما تنظر حتى إلى التاريخ الديني في عهود أنبياء ورسل وجدت زلازل وبركين وعواصف وفيضانات ومجاعات وأزمات اقتصادية فأنا أقول وأصحح ما فهم مغلوطة وتصوب أفكار خاطئة هذه الكوارث الطبيعية سنن إلهية بنستقبلها أخر حاجة بقول الله في سورة البقرة ولنبلو أنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلواتهم من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون حمى الله الإنسانية بمسلميها وغير مسلميها من الكوارث الطبيعية وخففا وصرفا وحفظ البلاد والعباد آمين يا رب أوجست وأفدت دائما يا مولانا ربنا خليك ربنا